فلما قررت تعلم اللغة الإنجليزية لقيت نفسي في دوامة متشدد بين عشرات المصادر التطبيق هذا الرهيب الموقع هذا حلو في كلمات المترجم هداك أحسن أقرأ من هذا الكتاب أسمع من هذا المصدر ولسه ما كانت بتنتهي لما قررت حقفل على نفسي كل حاجة وحركز على طريقة واحدة فعاشي كده في هذا الفيديو عندك أربع أشياء من القلب راح تشغلب قدرتك على التركيز في الطريقة الصحية تعلم اللغة الإنجليزية وتتجنب المشتتات سواء كانت من المصادر وسواء كان من أحد يقول لك أسيبك من الإنجليز ركز على الشيء الثاني هداك فلاتت جمب إلى التويت النصيح الأولى أكتول الخيارات فأنا يعني فينك الآن قعد تتفرج على هذا الفيديو في يوتيوب غالب أن تتفرج الفيديو قبله احتمال ستتفرج الفيديو بعده واحتمال أنه من أحد هذه الفيديوهات ستكون فيديو ثاني يعلمك طريقة لغة الإنجليزية سواء كان من فيديوهاتي أو من قناتي أو من مكان تانية وهنا حيجي ببارك طب دقيقة أنا أسمع كلام عبد الرحمن في الفيديو الأول ولا التاني ولا الشخص التاني ولا شخص التالت وهذا يخليك تقول خلينا أشوف الخمسة الشخص الخامس ممكن يكون هو أحسنهم وتستمر مقبرة المصادر تزيد وطرق المصادر عندك الخيارات وقدما زادت الخيارات قدما تحس أنك قاعد تنشل أكثر بسبب عدم قدرتك على الاختيار ونسموها Paralysis Analysis يعني كثرة التحليل بتصير لك Paralysis بتتشل كده آه عندي 17 خيار قدامي في تعلم اللغة الإنجليزية آه عبد الرحمن نزل ثلاثة طرق فيديوهات لغة الإنجليزية طبعا أنا أبدأ بأي واحد وطبق أي واحد فيهم وحل ال Paralysis Analysis هناك تكتل الخيارات حتى لو كان شكلها حلو حتى لو الفيديو الثاني كمان كان مقنع أو الفيديو الثالث كان مقنع وتبدأ بأكشن واحد حتى لو نفترض أنه قرارك كان غلط هذا ما كان أفضل فيديوك تبدأ فيه لكن أفضل بمليون مرة منك تجلس أبوعين وتحاول تختار واحد بينهم قد ما أنه أختار أفضل مصدر الآن إلى هذا اليوم أنت الخيارات التي كانت موجودة عندك رح حقرة بقرة أختار أي فكرة تيجي ببالك وخد أكشن حقيقة فيها اليوم وهنا ممكن تقول طرع عبد الرحمن إيش لو الفيديو الجديد حقك أو الطريقة الجديدة الآن شفتها موجودة في اليوتيوب ممكن تكون أحسن أو ممكن تكون أفضل وهذا الشيء بصراحة هو أصعب شيء فيه عشرين أربع وعشرين أو خمس عشرين أو تتفرج هذا الفيديو لأنه هذا الزمن الطرق قاعدة تزيد بشكل غير مسبوك كل شوية وعندنا الفومو بيزيد الخوف من أنه في فيديو جديد عبد الرحمن نزل وهذاك ممكن يكون أحسن وهذاك يكون أحسن وحرفين بيزداد عندنا تجميع الطرق والمصادر ونجمع علومات بس الأكشنز عندنا بتنزل عكس الزمان زمان الناس كانوا بيشتغلوا بس ما هم معرفين الطريقة الصح لحين العكس قاعد يصير فأحرق السوفن الثاني الطرق الثاني اللي أنت بالك أو تبغى تنوع فيها أو رح تشوف فيديو جديد قدام بعد ثلاثة أيام أنا حنزل محتوى أيو حنزل أشياء جديدة بس أنا اللي يهمني أو الشخص اللي في عين حينجح هو الشخص اللي ماشي على الفيديو نزلته في الفين واربعطعش هو حينجح أكثر من اللي قاعد لأنه هو مستمر من الفين واربعطعش إلى الفين واربعو عشرين عكس الشخص اللي قاعد من الفين واربعطعش لفين واربعو عشرين قاعد يدور مصادر ولسه ما بدأ فمرة سهل مرة صعب اختار مصدر اختار الطريقة وإذن الآن نفترض أنك كنت في كهف ودوبك قاعد تطلع خلينا أقول لك أنه أنا بالنسبة لي أهم شيء عندي في اللغة الإنجليزية هو روتين تمارس في اللغة الإنجليزية فسميته روتين دليلك الإنجليش إذا مشيت عليه أزمتك مع اللغة الإنجليزية ستنتهي لأنه في روتين دليك الإنجليش ستشوف في مستواك تحتاج تتأسس ستديك روتين خاص بالتأسيس وإذا مستواك كويس ستديك روتين خاص بالإحترافية عشان كنت تتكلم بإنجليش كويس فهذا الشيء موجود بدون مقابل بقدمه والناس قاعدين نشوف فيه الحمد لله فإذا ما تعرف هذه كمصادر هذا هو المصدر وإذا تشوف فيديوهات كثيرة أنا قاعد أتكلم عن روتين هو نفس الروتين بحدث فيه شوي بغير ممكن فيه أشياء بس هو كفكرة أو كروتين كممارسة صدقني بعد عشرة سنوات حيبقى نفسه فأبدأ فيه استمر فيه هو الطريقة الوحيدة اللي أثبتت نجاحها على المدى الطويل ممكن تحفظ مية كريمة بس مجرد الحفظ ما يساعد الممارسة هي الأساس إنه إذا مارس مرة واحدة وتعلمت اللغة الممارسة مرة واحدة زيها زي اللغة العربية ما رح تنسى حتى ربعة ستين سنة وهذا يودين نصيحة تانية بلك المشتتات يعني فيه ناس قاعدين تخيل يدرسوا دكتوراه في كيف أنه يخلوا يسرقوا انتباهنا ويخلونا مدمنين على وسائل التواصل خلينا نتفك هذا هو المستقبل هذا هو اللي قاعد يصل لنا لأنه كل واحد قاعد يدرسوا كيف أن يشد انتباه إحنا وخلينا نركز في الشيء اللي هم يبقوا نركز عليه فهو بحث ذاته ما قدر أقول عنه شيء سلبي تماما وإيجابي تماما بس تحديداً لما يشد انتباهك لشيء أنت ما تريد تركيز عليه طبعاً أنت ما رح تكون مبسوط أنه أهدافك ما رح تتحقلك أنت قاعد تجلس 16 ساعة على لعبة أو 16 ساعة على تيك تاك أو السناب شات فهو بالتالي قائمة المشتتات عندك أنتبه يتعرف عن قائمة المشتتات بالنسبة لي لأنه أنا بالنسبة لي السناب شات والتيك تاك هو مكان أنا أصنع في محتوى فأنا بالنسبة لي مشتتب ومنسبة لي شيء يساعد لأنه أتطور وقدم الناس وساعد المحتوى لكن بعض الأحيان بعض الأشياء وبعض الاستخدامات مثل اللي قيد أنا التويتر أنا بدل ما أصنع محتوى فيه أضيع فيه وقت أكثر من أن أستفيد منه فقائمة المشتتات بالنسبة لي مختلفة إيش هي قائمة المشتتات؟ أفكر في إيش أهم خمسة أشياء بيسحبوا من يومك وإذا أنت ما أنت عارف تعالي لجيب الجوال روح لإعدادات روح للسكرين تايم ووقت الشاشة موجود في إعدادات أول حاجة في الآيفون وحتى في الأندرود حيكون موجود في الناس الخافين من أندرود أنا عندي أندرود كون لا تقلق هتشوف التطبيقات الخمسة التي تضيع وقتك في ممكن تطبيقين منها مثلا أنا بالنسبة لي جوجل مابس جوجل مابس ما هو تضيع وقته واتساب ما هو واتساب العمل بس في أشياء ثانية هي بالنسبة لي تضيع وقتي أوكي هذا هو يوتيوب تويتر فأنا الآن بكتب إنه هذي خمس أشياء بتسبب لي مصيبة والحل المشتتات الرقمية إنك تشيلها من جوالك الحقيية الكويس وتحطه في جوالك القديم فما عندك جوال قديم اشتري لك جوال قديم أو اشتري لك جوال جديد عشان جوالك الحقيس القديم لا أمزح فأي جوال من أحد من صحابك قديم كنت سيئ حمل فيه الأشياء اللي أنت تحتاجها عشان عندك حساب في إنستجرام لازم يكون عشان تتابع فخليه في جوالك هداك عشان ما تتشتت لما تفتح الجوال وتلاقي نفسك تسوي شي الغلط بشكل طبيعي وتلاقي مخك بشكل طبيعي تبرمج أن يفتح التطبيقات المفروضة أنت ما تفتحها عشان تغير حياتك الأفضل وإذا كان التطبيق ضروري ضروري مره مهم قفل التنبيهات فيه بالكامل لا تخليه هو ينبّحك إنت لما تحتاجه هتفتحه طبيعيا ولا تحطه في الهوم سكرين لا تخلي الهوم سكرين عندك مرتب ويبان أنه جميل للتشتت تخليه يبان أنه مفيد لما تفتحه تلاقي الأشياء المفيدة التي تحتاجها الاستماع موجود عندك الإياميل موجود عندك الإشياء المهمة للعمل تكون موجودة قدامك مو الإشياء المشتد أو مو السوشيال ميديا كله موجودة على بعض عشان نضيع لك وقتك أحد يقول طبعا أنا بغير فيها جو شوية في النص كده أخذ لكده دقيقتين بريك وكمل إيش المشكلة؟ بالضبط هذا اللي قاعد يصير مع السيارة اللي تمشي وكل عشرة دقائق وخمس دقائق تمور بمطب بعد ان تمشي مرة تانية من الصفر للمية بعد ان مطب تانية هذا اللي قاعد يصير لك عند السوشيال ميديا مقفل عند المشتدات وماشي بسرعة ما في أي مطبات تخيل كم سرعة ترح تكون؟ هتكون أعلى 30-40% نفس السيارة نفس السواق نفس السرعة فقط بسبب أنك حطيت هذيك المطبات الصغيرة انتاجية أقل من التوتو وأنا أقول بعض الأحيان أنت تفتح الجوال وتنسى أصلا السيارة أنت تدجس في المطبه ذاك وتكمل فيها على طول وفي ضريق تاني عجبتني في الآيفونس ماي متكدت ما جربت لسه في الاندرويد لأنه مستخدم جديد حاليا ولي رجع بعد زمان في الاندرويد فعندك داون تايم موجود في الآيفونس داون تايم يتحدد الوقت اللي انت بتقفل في كل التطبيقات وتحدد التطبيقات العامل اللي تحتاجها فأنا أضع كل تطبيقات العامل بالنسبة لي اللي هي الواتساب اللي هي التليجراون الأشياء الخاصة بالعمل أخليها مفتوحة لكن باقي التطبيقات اللي يقفل اللي هي ما يخليني استخدامها لما أنا أقول لا أحتاج لو سمحت فيضف لي عوائق إضافية عشان أتشتت وهذا سهل لي وساعدني إنه ما أفتح الجوال ولاقي نفسي فجأة فتحت شيء أنا مو كنت أفتح دقيقة ليش وفتحت جوال أصلاً ولاقي نفسي إنه كان هدفي الثاني وتدريجين وعش ما يعرف كيف مخي تتبرمج وطبعاً هذا هو شغل الدكاتر اللي يشغالين في هذه الأشياء والناس همون يهندسوا كيف الواحد يجمن على هذه المنصات ومخ يتبرمج ويفتحها ويكمل عليها وينتباهها ويتشد لهذه المشتتات دائماً وهنا في عامل ممكن يأثر لبعض الناس فالمكان يأثر فإذا انت تجلس في مكان التلفزيون قدامك شغال أصحابك جالسين أو أسرتك يتجالس وقاعدين يتكلم قدامك طبعاً أنت ما رح تقيت تركز فبعض الناس يقف في غرفتي الأستوديو الأساسي عندي مقفل ما في شبابيك الباب مقفل ما في أي إنسان حرفين أنا جالس لوحدي وحرفين مقفل على نفسي كل حاجة فهذه بتساعدني بعض الأحيان بس بعض الأحيان حيث نفسي قاعد أكتئب ووقتها أفضل أن أروح لأماكن كده رائقة شوية أروح لكوفي وجهزة كده عشان أغير جو شويتين بس ألاقي نفس الإنتاجيتي دائماً في الأماكن اللي خلاص بتشجعني وتركزكرني بالهدف بتكون أكثر بكثير وهذا يؤدي نصيحة الثالثة أنغمس في الإنجليزي فخلينا أسألك إيش اللغة جوالك الآن؟ عربي أو إنجلش؟ مفروض إنجلش طيب الناس اللي بتتابعوا في سوشال ميديا كم واحد منهم المحتوى حقهم الإنجليزي أو يتكلموا عن تعلم لغة الإنجليزية؟ كم واحد منهم؟ وكم واحد منهم لا؟ ففي هذه الفترة أبغاك الفترة الحالية أنت هدفك أنت تتفرج في فيديو أنت تعلم فيه لغة الإنجليزية يعلم لغة الإنجليزية ويحمسوك عليها ويحمسوك على تحقيق الهداف والناس اللي محتوىهم بالإنجليش عشان حتى لما تجلس تضيع وقت تلاقي نفسك أنت محاط بالإنجليش فهذا بالنسبة للعالم الرقب خليه تكلم عن العالم الملموس الطاولة، المكتب، الجذار ففيه عالم نفسي معروف بيتر غولويتسر سوى دراسة وتكلم فيه أن الناس اللي ركزوا على نواية تنفيذ احتمالية أن يحققوا أهدافهم أعلى بكثير جدا أحد قال أنا أتمنى أن أتعلم إنجليش وأبغى أن أتعلم إنجليش بين أحد كتب بإذن الله أتعلم لغة الإنجليزية سواء كتبتها كمقالة أو كنت إنجليش في نهاية 20-24 راح أكون مختمها فأي شيء تكتبوا ويكون فيها أن تحولها من مجرد فكرة الموضوع راح يتشغله بالكامير طبعا تكتبها تقصورها تحطها في جوالك حرفين راح يذكر بهتفك كل يوم حتى لو أنت بنت في جو إنك تبغى تمشي على طول على هدف نفسه فهذه التذكيرات الملموسة على ورقة على مكتبك على الجوال بتخليك في عقلك الباطن في يوم من الأيام حتى لو ما كنت في هداك الجو راح ترجع إلى هداك الجو في يوم راح تكون فيه طاقة شوية أعلى هتقول أوكي أنا المفروض وقفت خليني أرجع وكمل وهذا بدينا نقطة الرابعة اللي هي مرن عضلة التركيز فعضلة التركيزي حرفيا زيها زي أي عضلة فأول من اليوم هتدخل في الجم أنت ما راح تقدر تشيل السبعين والمئة كيلو من أول يوم فأنت في البداية هتشوف أنت في مستواك الآن كم تقدر تشيل فمثلا أنا ممكن الآن أول يوم ليه بعضلات العادية أقدر تشيل عشرين كيلو فملاحظ إيش هتسوي فهتشيل العشرين كيلو اللي هي أقصى حاجة بالنسبة ليك وبعدين بعد أسبوع بعد ثلاثة أيام تلاقي نفسك آه هذي صارت سهلة خليني خليها خمس عشرين خليني خليها تلاتين والعضلة هذي راح تزيد مع التركيز لفترة طويلة خصوصا إذا أصلك وقف عن الدراسة ستتواجه بصعوبة مضايقة تشعر أن نفسك خلاص بتنكتم وتجالد في حاجة واحدة فوق العاشرة دقائق فبغاك تبدأ بهذا السلوب اللي يسموه Progressive Overload اللي هي بتزيد العبء تدريجيا وتركز والكيلو بالنسبة ليك هيكون دقائق المذاكرة أو صفحات القراءة أو عدد دقائق اللي استمعت ليها أو عدد الكريمات اللي تعلمتها أو عدد الجمل اللي تعلمتها انت اختار الوزن حقك هل تبغى تقيس بالدقائق أو بالصفحات أو بعد الكريمات أنا جدا أشجع أنك تركز على المدة المذاكرة لأنه ممكن تغير مرة تسمع مرة تقرأ مرة تكتب فصعب أنك مرة تشوف كم كلمات كم كلمات كم كلمات والكلمات البعض هي صعبة شوية ومرة تانية ما تبغى تركز مجرد على حفظ الكلمات تبغى تركز على مدة ممارستك فالمدة من ناحية الدقائق هي تعتبرها الكيلو بالنسبة لك فتبدأ الآن تذاكر 15 قليل تحط لك مؤقت تقيس اليوم أنا قدرت تسويه 15 موخي يحسي يتنحرق بكرة حمشي على 15 لما حيث 15 صارت خفيفة وقتها بعدين هتروح للـ 25 30 و 35 وأهم شيء في الموضوع أنك تسجل هذا الرقم عندك تحط كده في عينك تقويم تكتب فيه 30 يوم وتبدأ تقول لك اليوم الأول بالنسبة لي هذا اليوم الأول كم عدد دقائق التي أنا مشيت عليها تكتبها اليوم اللي بعده كم عدد دقائق اللي أنا مشيت عليها فحتلاقي موخك تدريجيين يتحمس أنه يبغى يختم الدقائق اللي أخذ اليوم الماضي ويروح اللي بالنسبة لي فهذه كانت النصائح الأربعة فخلينا راجع السريع أول حاجة أكتول الخيارات بلك المشتتات حيط نفسك ونغمس في الإنجليش وآخر حاجة مرني عضل التركيز فشكرا جدا على مشاهدك إذا عجبك هذا الفيديو أبغاك تطبقهم حلو النصائح والبوينتس أتمنى أنه حتى لو في خمسة شخص يتفرجوا على هذا الفيديو أنه يأخذوا أكتن هو بالنسبة لي أهم من الـ 500 ألف وشهادة من قديمة من هذا الفيديو فكل اللي بغاك تسوي أنك تبدأ وإذا حاب أنك تروح لهذاك الروتين الطريقة التي أعتبرها الوحيدة المفروضة تبدأ فيها لممارسة لغة الإنجليزية من خلال الروتين فهذا الفيديو سيساعدك وديلك الفكرة الكاملة وسبحانك الله وحمدك وشلاه لأنسى وكتوب إليك أشوفكم على الخير في يماني الله مع السلامة